لقاء اليوم خلنا نروح لمداخلة مهمة كنا طرحنا قضية مهمة جدا في استاذ الاهل السابق وكنا كلمنا عن موضوع التسنيل وما كناش احنا اللي بنتكلم لا ده كان فيه ايضا تصرحات قبل كده من الكابتن علاء نبيل المدير الفني الاتحاد المصري وكان قال حتى يعني في احدى المواقع وقال ان الكشف اثبت ان فيه سبع لعبين من المتخب مصر يعني كبار في السن والقضية دي مش انسبها وكلنا كنا ثقة في الكابتن علاء نبيل اللي جاء من اول يوم عشان يطور وكل المشاكل دي يبدأ يحلها خلنا نروح للكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم علشان نقرب للصورة والمشهد بشكل اكبر تحياتي ديك يا كابتن علاء كنا طرحنا قضية للحالة اللي فاتت قضية التزوير والتسنين وحقاك يعني كنت يعني تبنتها دي القضية من اول يوم لك في الاتحاد المصري لكرة القدم دي كانت من اهم المشاكل الموجودة في الكرة المصرية بقالنا سنين بنعاني منها كان اسبت الكشف ان فيه سبع لعبين من منتخب مصر للنشئين فوق السن والبعد كده أم عشرة بستفق بقوا عشرة يعني كان في الاول كان سبع لعبين دلوقتي منتكلم في عشرة لعبين لو عادت يزوها كمان هاي بفي لعبة تانية هنلغم بشيكو طيب عايزين نعرف التفاصيل اكتر يا كابتن علاء بص يا كابتن وسامة طبعا احنا الصلة بتاعة عفين وسبعة مسافرين عفين وثمانية سوري مسافرين من مغرب تمام وهيتعمل لهم انك برضو الاشياء اللي احنا عملناها نفس الاشياء اللي عملناها هنا عشان ما نروحش انك ونفاجأ ونظم به بالعمار مش مظبوطة تمام وادا طبعا كان جاي من يعني تأكيد على السن صحة وبالصحة يعني متحكش عليك انا يعني كنتش متطمن يعني تمام تمام فالمهم روحنا عملنا الاشياءات في معمل والتاني والتالت والثلاثة اجمعوا ان فيه لعيبة فوق السن كويس تمام اللعيبة دي كان اخر واحد من الارضة بيعمل اه اشياء وطلع برضو الاشياء بش بزبوطة بش بتبقى او العمر الصحيح للمرحلة السنية دي بس العشر اسماء موجودين في الاتحاد الاتحاد هيخاطب الاندية اللي هي عافيني من انا اقول الاندية او اسماء اللاعبين بلاش 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 ندخل الاندية في الموضوع ايوة تمام الاندية هيتعتلها جوابات من الاتحاد ان اللعيبة دي ما تلعبش في هذه المرحلة السنية ان العمر مش مظبوطة بس انا عايز اقف عند النقطة دي بس اكتنا عليها النهاردة هل العقوبة تكفي النهاردة النهاردة اللعيب بنتكلم بيلعب في بطولة الجمهورية بقاله ما يقرب من حوالي ثلاث سنين بيع فرص ناس مواهب كتير يعني قضى على مواهب كتير النهاردة هل العقوبة على اللاعب وطبع مش اقول اللاعب على وليه الامر كمان اللي ساعد في عملية التزوير والتسنين دي وايضا على النادي اللي ما كانش عنده يعني تحري للدقة بشكل اكبر هل العقوبة كافية النهاردة ان اللعيب اخده من المسابقة دي عشان اللعيب المسابقة اكبر ولا الموضوع يستدع عقوبات اكبر علشان الاندية ما تعملش خطوة زي كده بعد كده وكمان اولا الامور ما يعنيوش خطوة زي كده هتتكلم على نبيل بالاتحاد ولا على نبيل مبرى الاتحاد انا عايز على نبيل الاتنين المبرى الاتحاد المسؤول المبرى الاتحاد اه لا طبعا لا طبعا انا يعني لازم في عقوبة وجديدة عشان خاطر الله لكن في الاوايح في الاتحاد بتحكمني انا كابتنسان عشان الناس بعارفة انا الموضوع اعلنته ان فيه كذا 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 وبقول انا بوصي على واحد اتنين تاتة اربعة الاتحاد هو ملك القرار عشان انا ابقى خليط المسؤولية انا قلت يا جماعة فيه تجاوز فيه الاعمار فيه المرحلة التنادي انت بتتكلم على عشان لعيبة لو قلنا يا كابتن اسامة بعيد لعيب اتاخدوا في المكان الانترون والثمانية لما يطلع منهم 25% لعيبة بالسليمة انه مؤشر خطير جدا طبعا مش واحد ولا اتنين اتحاق كمان عشان المشاهدين كابتن عادي بالكلمة عن اللعيبة اللي تم استدعاءها للمنتخب فقط اما اللعيبة التانية اللي في الاندية اللي ما تم مش استدعاهم فيه كوارس تانية كمان تمام هو الاتحاد مبالغ خط قرار بتغيير معملين حيتبعته فيه الجوابات الاندية ان اي حد شاكك في اي لعيب حياخده من ايده النادي اللي المبلغ حياخده يعملوا الاشياء على احتاجه في المعامل بدون ذكر برضو الاسماء معامل معينة اولا انتحدت عامل معها لكن لو فيه نادي اعتارد على اللاعب من في خلال مباراة والاسم موجود من عشرة ستبقى شاط بالنتاج تمام يعني هي العملية هتبقى شاط بالنتاج زي التصعيد اللاعب المسنن ده لمرحلة سنية لمرحلة سنية اكبر الكابتن علاء كان ليه زيارة مهمة جدا لوزير الصحة الايام السابقة وزي ما قلنا احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في الكابتن علاء انه جاي يطور وجاي يصلح المشاكل الكبيرة اللي بقى لنا سنين النتاج الجلسة مع وزير الصحة وكمان الاتصالات اللي كانت دورية مع وزير الرياضة بشأن الموضوع ده يا كابتن علاء وطبعا الوزارتين وزارة شباب الرياضة اللي احنا نتابع عليهم الانتحاد الكرة المسيح ووزارة الصحة عندما عملنا الزيارة هناك اللي طبعا تشرح فيها كل زيارة كبيرة اللي احنا عندنا تجاوزات في هذه اللعبة بالذات الخطيرة اللي هي التعطب اللعبة الشعبية اللي اولى في مصر اللي عندنا تجاوز فيها الاعمار انا بيجيلي صور لعبة استحالة يعني برضو انا من الناس اللي انا احكدت لك ايه لو انا بره الاستحاد انا اوقع اقوبة على النادي اوقع اقوبة على الاداري لان المنظر بيبقى باين او انا اقدر ما يجيلي الاعين من بره يقولك السورة هو سليم ايه دي اللغة اللي بتحطر الورقة السليم الورقة السليم ما انتليش عين متى دروح تسأل مزبوط ال الكشف البصري بقى اللي بنقول عليه ايوه الاتفاق كان مع السيدة وزير الصحة ان طبعا ما انشاء فاستكال في التليفون اقوم داخله لكن في حاجات اه قوية جدا هنعرف من خلالها وان العمر الصحيح بتاع اللعك ولو الورق صحيح وطالة صحيح والموضوع أو الجسم بسليم سوف يتم عن طريق وزارة الصحة الكشف وإعطاء تقرير كامل على المرحلة السنية بتاعتها ذا اللعب عشان أنا لازم يبقى فيه جهة رسمية من الدولة هي المتبنية هذا الموضوع ياريت هل تضم صوتك يا كابتن علاء في حتة الأندية لازم الأندية تشتغل أكتر على الموضوع ده وزارة حاجة بتقول ما يفعش النادي يقول ده يصل اللعيب وراءه سليم واللعيب جالي والكلام ده هل ممكن توصل أن النادي ممكن يتوقف من القيد لمدة سنة بسبب أنه هو مهتمش مش أقول أنه هو ساعد اللاعب لكن هو مهتمش أنه يدور وراء اللاعب ويشوف فراءه سليم وسنه سليم ولا لأ هو لازم يبقى لازم أنه تعمل كده فهي عارف أنت خيرنا نتكلم بصراحة لما تضرب من أول مرة كده هتبقى الموضوع إحنا بنحذر إحنا دلوقتي هننشه بنتائج تمام المرة الجاية هنفي عقوبات خاصية جدا عشان تبتدي الناس على الموسم الجاي تبتدي تشوف هتجيب إيه والأوراق اللي هتجي إيه ووزارة الصحة هتعمل برتوكول عن طريق وزارة شباب الرياضة برتوكول المعتحد الكورة في كل الأقاليم هيتعين المستشفيات خاصة لتابع وزارة الصحة هيروح يكشفوا فيها وتبقى في كل الدعم للرياضيين حتى أنا قلت للأستاذ ترزير الصحة هتقوله الموضوع ليس موضوع كورة بس الموضوع فيه علعاب كتيرة جدا تمام يعني فالموضوع طبعا فيه حاجات فيه أوراق رسمية طبعا بتبقى موجودة وبعرفنا مصدرها منين وحاجات من دي فالحمد لله يعني كانت زيارة مفيدة جدا وستاذ وزارة شباب الرياضة برضو كانت أتصل بي من يومين واتكلمنا في هذا الموضوع اللي لازم نكامل في هذا الموضوع تمام عشان خاطر احنا فيه مواهب بتدس بسبب هذا الموضوع والمدربين ومعلش وحامل الأندية النادي بيحمل المدرب يجيب بطولة فالمدرب يبدل عايز يعمل أي حاجة عشان يستمر في النادي وبعرف اللعيب ده سنو مش مزبوط وهو خصة كبيرة هي خصة كبيرة تمام لكن احنا النهاردة حطينا على بلان هي خطوة مهمة وبدأة مهمة لا جماعة احنا اخذين بدا بالحتة دي بدا كده شكرك شكرا امور تصعادية ان شاء الله هيبقى الاتحاد الكورة المصر هيعلن على الهام اللي جاي ان شاء الله واحنا عندنا يعني كلنا عندنا ثقة في حضاكة كابتن علاء انه جاي تصلح وتطور خاصة في المنطقة بتاعت الناشئين ومنتخبات الناشئين كلها بنشكرك شكرا جزيلا انا مدير الفن اتحاد المصري كابتن علاء نبيل الحمد لله يعني دي قضية تبنناها الحلقة السابقة وعرضناها للناس كلها النهاردة بنشكر برضو كل المسؤولين اللي اتحركوا بسرعة علشان يكون فيه نتاج إيجابية وفيه قرارات مهمة لصالح الكورة المصرية